دلوقتي مشاهدينا نروح لموجز الأهم الأخبار مع دينا تفضلي دي بشكرك محمد التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكينة وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن مشاركة الرئيس السيسي جاءت إلى جانب الرئيس الصيني شي جانبينج ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس بخ وعدد من رؤساء الدول والحكومات يتوجه وزير الخارجية سامح شكر إلى العاصمة الإثيوبية أديسة بابا لتمثيل مصر في اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقي المناقدة على مدار يومين حيث تتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القرية ومن بينها حالة السلم والأمن في القرى ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادي والاندماج القرية هذا ومن المقرر أن يلتقي شكري بعدد من نظرائه الأفارقة وذلك للتبحث حول أوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك أعلنت توزارة الصحة خروج 2498 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفى إجمالي متعافين من الفيروس إلى 367 ألفا وست وعشرين حالة وأعلن البيان اليومي للوزارة تسجيل 221 حالة إيجابية جديدة و39 حالة وفاة أعلن التحالف العربي بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية تابعة لقوات الحوثي في صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية وأشار التحالف العربي إلى أن الطرق المؤدية إلى مدينة حرض في اليمن ضمن منطقة العمليات كما أكد التحالف العربي أن العملية استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية نقش وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكين مع نظيره الأوكرانية ديمتر كوليبة الحجد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا وأكد بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكين تحدث مع كوليبة عن اتصالاتها التي أجراها مؤخرا مع المسؤولين الروس مؤكدا لهم استعداد الولايات المتحدة للتعامل مع المخاوف الأمنية الأمريكية الأوكرانية ومؤكدا صارمة على روسيا إذا اختارت تصايد الموضع قالت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إمانويل ماكرون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عازمان على المضي إلى جوهر الأمور خلال اجتماعيهم الاثنين في موسكو عبر دراسة تدابير خفض التصايد في الأزمة على حدود أوكرانيا وأضاف الإليزي أن الرئيسين سيأخذان الوقت اللازم لتناول كل القضايا المتعلقة بهذه الأزمة ومن المنتظر أن يزور ماكرون الكريملي قبل أن يتواجه إلى كييف حيث يلتقي الرئيس الأوكرانية فلاديمير زيلينيسكي أثرثاء القادم لقي خمسة أشخاص مصرهم وأصيب شخص آخر بجروح جراء انهيار تلجية في وقع في مقاطعة تيرول النمسوية وقال مسؤول في فرق الإنقاذ إنهم لم تتضضح في الحال هويات القتلى ولا جنسياتهم وكانت هيئة الأرصاد الجوية النمسوية قد حذرت السكان بعدما تساقطت أثلوك بكثافة هذا الأسبوع ورياضيا يستهل الندي الأهلي مشواره بالكأس العالم للأندية بمواجهة قوية أمام منتير المكسيكي في السادسة والنصف مساء ضمن منافسة النسخة الحالية من المصابقة والتي تصدفها الإمارات ويخوض المرض الأحمر مباراته رقم السادسة عشر في كأس العالم الأندية التي يشارك بها للمرة الثانية على التوالي والسابعة في تاريخه ليصبح أكثر الأندية خوضاً للمباريات في تاريخ البطولة متخطياً أوكلان سيتي النيوزلندي برصيد خمس عشر مباراة نهاية مجاز التاسعة فواصل مرود لحضركم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يمصر